أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرصة مصر على تطوير ورفع كفاءة أداء الشركة القابدة للصناعات الكيموية والشركات التابعة لها وأشدد مدبولي خلال اجتماع لمتابعة نتائج أعمال الشركة القابدة للصناعات الكيموية على ضرورة تحقيق المستهدفات والنتائج المرجوة من أعمال الشركة فضلا عن العمل على إتاحة مدخلات ومستلزمات الانتاج المطلوبة في مختلف المجالات وذلك بما يسهم في دعم وتوطين الصناعات المحلية وتمكين تلك الشركات من تشغيل مصانعها بكامل طاقتها الانتاجية